يا لا يا لا يا لا لا في السلمي عمان كل ما قالها هل نلوني طيبة العالم تلاقيها بعمان في الشدايه لو تطال عليمين تلقى أمجد العمان بكل مكان يا لا يا لا لا يا 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 يا لا يا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا يا لا يا لا يا يا لا يا يا لا يا لا يا يا لا يا لا يا 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 لا يا لا يا 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 لا يا 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 عمان، مجان، مزون تعددت الأسماء وتبقى هي عمان عمان، أرض الأمجاد تربعت عرش الحضارات السابقة وكانت الأولى بينها عمان هي الماضي والحاضر والمستقبل في الثامن عشر من نوفمبر من كل عام يحتفل العمانيون بعيدهم الوطني معيدين إلى الأذهان ذكرى ميلاد النهضة العمانية التي انطلقت بعمان قبل سبعة وأربعين عاما إلى آفاق التقدم والازدهار والانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي تمد يد الصداقة والسلام إلى مختلف دول العالم بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة وثقافتها المنبثقة من إرثها الإسلامي وقيمها العربية الأصيلة الضاربة جذورها في أعماق الحضارة الإنسانية مهتدية بالرؤية والدعائم التي أرساها جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان فكان هو يرسم خطط البناء والتعمير حريصا أن يسابق الزمن ليعوض شعبه ما فاته ويعيد له كرامته ومكانته فانطلقت مسيرة النهضة العمانية غير منغلقة أو محكومة بإطار ومنهج معين بل كانت مزيجا من الأصالة والمعاصرة تأخذ من الآخر ما يصلح لها وتترك ما يتناقض مع مبادئها وأسسها وكان الإنسان العماني هو المحرك الأول لهذه النهضة بما يمثله من قيم وسلوكيات زاده في ذلك ومثله الأعلى قائده وباني مسيرته السلطان قابوس بن سعيد الذي امتلك رؤية واضحة لما يتمناه لعمان الوطن والشعب الدولة والمجتمع وتحمل مسئولية إحياء حضارة الإنسان العماني واستعادة أمجاده وربطه رباطا وثيقا بالأرض ليشعر بعمق الوطنية ومدى التجاذب بينه وبين أرضه الطيبة ملفت للنظر في سلطانة عمان مدى ارتباط المواطن العماني بأرضه مدى ارتباط المواطن العماني بإخلاصه وبعمله وإنجازاته وبالتالي مفخرة في سلطانة عمان هو هذا الإنسان العماني الذي استطاعه من خلال سنوات قصيرة جدا أن يطور من قدراته وأن يطور من أداءه وأن يطور من إنجازه بأن أصبح سلطانة عمان اليوم تفتخر بوجود كوادر بشرية منها على الصعيد الرجال أو النساء أو الشباب السياسة الخارجية استقت السياسة الخارجية العمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه جلالة السلطان قابوس بن سعيد في نظرته إلى الأمور وتقييمها بحكمة وموضوعية بعيدا عن الانفعال أو الاستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية سواء كان الحدث محليا أو عربيا أو على المستوى العالمي وفي تعبير عميق عن مبادئ وأسس السياسة الداخلية للسلطنة وسياستها الخارجية فإن السياسة الداخلية دائما قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على الهوية والثوابت والقيم التي جبل عليها الشعب العماني سلطنة عمان في سياستها الخارجية واضحة المعالم سياسة تنتهجها بثبات واستقرار دون أن يكون هناك للمتغيرات الدولية أو حتى الإقليمية دور في إرباكها أما أساس السياسة الخارجية فهو الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيقي بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها سلطنة عمان لها رؤية واضحة المعالم في إدارة سياستها الخارجية ولها رؤية كذلك واضحة في كيفية إدارة شؤونها الداخلية وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء كدولة سلام تسعى دوما إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية وإلى بدل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الآخرين كقيادة ودولة فإن جهودها الخير ومساعيها كثيرا ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها وهو ما أكسب السلطنة مزيدا من التقدير على كافة المستويات عندما نتكلم عن السياسة الخارجية العمانية لا شك أن نعود دائما إلى السلطان السلطان قابوس حرص على أن تكون هذه السياسة محايدة حرص على أن يكون علاقاته بجميع الدول على مسترة واحدة الانتماء الخليجي الانتماء العربي الانتماء الإسلامي الانتماء الإقليمي علاقته بدول خليج بشكل عام علاقته بالدول الغربية في بريطانيا في الدول في المنطقة حاول أن يتميز بهذه العلاقة بحيث لا تكون منحازة إلى أحد وحرصة على قضية مهمة ألا تخضع عمان أو سلطنة عمان إلى سهادة أحد إلا أن لا تكون خاضعة في قرارها أن تكون دائما هي سيدة القرار ولا تخضع لضغوطات من أحد ولا تتقبل هذه الضغوطات كما أنها لم تقبل أبدا في أن يفرض عليها شيء من الإقليم أو من الخارج واستطاعت السلطنة خلال السنوات الماضية بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر إقليميا ودوليا ما مميز سلطنة عمان هي سياسة الخارجية سياسة الخارجية معتمدة على سياسة عدم تدخل في شؤون الدول عدم النأي عن كل الصراعات الموجودة وبالتالي سياسة العمانية هي سياسة التوازن وسياسة التوافق وسياسة الحياد وسياسة الوقوف على مسافة واحدة من كل الأحداث فعلى الصعيد الخليجي وانطلاقا من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة اطلعت السلطنة على امتداد السنوات الماضية ولا تزال بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ما قبل إنشاء المجلس وبعد إنشائه وتسعى جهدة من أجل تفعيل وتطوير أداء مجلس التعاون ليتجاوب مع تطلعات دول وشعوب المجلس وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة من ناحية وبما يحقق المواطنة الخليجية بشكل عملي ويهيئ لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس وعلى نحو يعزز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة هناك مرتكزات أساسية لسياسة الخارجية العمانية ومعظمها يركز على الحفاظ على الأمن وابتعاد عن التوتر وأيضا التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي أما على الصعيد العربي فإن سياسات السلطنة ومواقفها تحظى بتقدير واسع نظرا للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا سلطنة عمان تتميز في موقعها الجغرافي اللي حتم عليها أنها تكون في الواجهة في أحيان كثيرة عليها مسؤولية أمنية وعليها مسؤولية سياسية وجغرافية نلاحظ من بداية عصر النهضة وحتى من قبل أن سياسة السلطنة سياسة حكيمة هادئة لا تلجأ أو لا تستمع للأصوات المتوترة دائما ما تحاول أن تكون مواقفها حيادية لها أدوار كبيرة في الوساطة في المنطقة وتنطلق سلطنة عمان في جهودها ومساعيها الخيرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة سلطنة عمان لن تخوض في قضايا الأقليمية أو المعارك الأقليمية أو في مشاكل الأقليمية بل بالأكس تجدها تساهم بعملية الوساطة ودائما سياسة العمانية تعتمد على وساطة غير معلنة وساطة غير ظاهرة وبالتالي يميلون إلى عدم التصليحات يميلون إلى عدم إبراز هذا النشاط الدولي أو السياسي أو وساطات مالتهم في أي قضايا تكون يميلون دائما بأن يعملوا في الظل وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات لا شك أن سلطنة عمان حققت إنجازات كبيرة في ظل المتوفر لديها من موارد استطاعت أن تستثمر في الموارد البشرية واستطاعت أن تستثمر في الموارد الطبيعية التي لديها استثمرت الموقع المميز الذي تحظى به موقعها بالنسبة للدول المطلع الخليج بشقيه إيران من جهة ثم الدول العربية أو الخليجية هنا في الجهة الغربية من الخليج العربي علاقتها بدول الجزيرة العربية علاقتها بأفريقيا متميزة بآسيا بالهند فلا شك أنها تركت بصمة قوية وإسما كبيرا في المنطقة تدخل مسيرة النهضة العمانية العمانية في المنطقة الحديثة عامها السابع والأربعين وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيئ للإنسان العماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكا حقيقيا للحكومة في عملية التنمية والرقي سلطنة عمان خلال هذه السنوات السبعة واربعين قد قفزت قفزات وليست تطورت قفزت قفزات إلى الأمام في تطور سواء الاقتصادي الاجتماعي المعماري الثقافي في كافة المجالات يعني شتان ما بين سلطنة عمان ما قبل السبعة واربعين وما بعد هذه أو خلال هذه المدة الطويلة ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطوير مجتمعه حيث كان إنشاء مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومبصلا من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن ومن يحرص على الالتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العمانية وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عمان قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار فإن تجربة المجالس البلدية شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والادعاء العام التعليم حرست السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرا ومستقبلا حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتماما أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية لا شك أن الحكومة العمانية اهتمت كثيرا بقضية التعليم في عمان وتطوير المواطن العماني فوجدنا أن المواطنين العمانيين يعني يخرجون يجبون أرجاء الأرض للحصول على الشهادات والتعليم حتى لدينا على سبيل الثالث في جامعة الكويت نشهد عددا كبيرا من الطلاب العمانيين متميزين وحريصين على الحصول على العلم والمعرفة ليعودوا ويشاركوا في بناء الوطن كما يمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات وعاملا أساسيا لرسم استراتيجيات بناء الإنسان والمكان ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي وما يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العمانية المعاصرة وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية والصحية والمصرفية والتربوية ومجال القضاء وغيرها وذلك تلبية لاحتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العمانية المؤهلة هذا إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مستمرة سواء فيما يخص بلدان الابتعاث أو مجالات الدراسة وفقا للأولويات والمتطلبات موسيقى الاقتصاد تنتهج السلطنة مبدأ الخطط الخمسية التنموية منذ الخطط الخمسية الأولى عام 1976-1980 بهدف تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات ووفق خطط مدروسة وواضحة وقابلة للتنفيذ وتعتبر التزامات المالية للخطة الخمسية الثامنة 2011-2015 الأكبر في تاريخ السلطنة واتسمت الخطة الخمسية الثامنة باستكمال مشروعات الخدمات الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية إضافة إلى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية وفي عام 2013 تم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040 بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي مع الأخذ في الاعتبار التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 وجاء تشكيل اللجنة في وقت مبكر لإفساح المجال أمامها لصياغة الرؤية المستقبلية الجديدة بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين موسيقى المرأة العمانية حاضيت المرأة العمانية في العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بمكانة مميزة في المجتمع العماني فأصبحت الوزيرة لأكثر من حقيبة وزارية ووكيلة وزارة ناهيك عن الوظائف العليا الأخرى وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ المرأة في السلطنة نجد أن المرأة العمانية كانت تنهض بأعباء الحياة الأسرية بالإضافة إلى مشاركاتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المرأة كشريك للرجل في المجتمع العماني القانون في سلطنة عمان وجلالة السلطان يدعمون بشكل كبير المرأة العمانية وهذا وضح من خلال التشريعات وأيضا وضح على أرض الواقع في التشريعات في 1994 كانت المرأة العمانية هي أول مرأة في تاريخ الخليج العربي تحصل على حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب أيضا المرأة العمانية سجل لها أنها هي أول مرأة تحصل على منصب بدرجة وزير في 2003 الهيئة العامة للصناعة تم منح المنصب لهذا لمرأة أيضا في 2004 بعد ذلك بسنة سجل المرأة العمانية أنها هي أول فليجية تحصل على منصب وزاري كانت هناك سيدة حصلت على منصب في وزارة التعليم العالي إن مشاركاتها السياسية والاقتصادية في فترات زمنية سابقة كان له دور فاعل في بناء التكوين الفكري للفكر السياسي والاقتصادي العماني لقد أولت القيادة السياسية في السلطن المرأة العمانية اهتماما خاصا لا يوجد له مثيل إذا ما قرنت بأوضاع المرأة في العالم العربي لا شك أن إعطاء المرأة العمانية المزيد من المشاركة السياسية والاقتصادية في الشأن العماني كان بناء على إثباتها وأهليتها وجدارتها لتلك المكانة المتميزة وانطلاقا من روح الأسرة الواحدة الذي كافل لها النظام الأساسي للدولة جميع الحقوق والواجبات للمواطنين العمانيين المرأة في سلطنة عمان قد قفزت قفزات مبهرة وأنجزت إنجازات أمانة نحسبها ليس فقط رصيد للمرأة العمانية وإنما رصيد للمرأة الخليجية بل والمرأة العربية العلاقات الكويتية العمانية إن العلاقة بين دولة الكويت وسلطنة عمان قديمة ومتينة يرعاها حضرة صاحب السموي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظهم الله ورعاهما وذلك نابع من حكمتهم البالغة وإدراكهما بأن ما تشهده منطقتنا من تحديات الراهنة ومخاطر لاحقة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل على الصعيد الثنائي وعلى صعيد المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية طبعا العلاقات الكويتية العمانية متميزة وأعتقد أنها تأتي من منطلق تشابه بين الدولتين في قضية قضية الحرص على السيادة قضية الحرص على استقلالية القرار فوجدنا أن هناك دائما نوع من التعاون المتبادل التفاهم المتبادل بين سلطنة عمان وبين دولة الكويت ودولة الكويت تستذكر وبكل اعتزاز وفخر المواقف الصلبة والحاسمة لسلطنة عمان الشقيقة إبان الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 واحتضان الشعب العماني الشقيق لإخوانهم الكويتيين خلال تلك الفترة الأليمة هذه المواقف ستظل دائما محفورة في ذاكرة وقلوب الكويتيين أيضا تأكيدا لهذه العلاقات الأخوية المتميزة عدا عن أحيانا العلاقات غير رسمية بين القيادتين وبين المواطنين وبين المسؤولين فدائما هناك نوع من التشاور المستمر التبادل الزيارات ذات الطابع الرسمي وغير الرسمي فالعلاقات قوية جدا بين سلطنة عمان وبين دولة الكويت سلطنة عمان حذرة جدا في مسألة المشاركة في أي جهود عسكرية قارج حدودها ولكن هناك استثناءات وأول الاستثناءات التي صارت أنها شاركت في حرب تحرير الكويت في ال91 هذه قصة عمان الوليدة لماضي مجان ومزون التليد ترى في الغد أملها الباسم وفي اليوم حقيقة وصدق أبنائها الأوفياء لا تقف دورتها الفاعلة والمتدرجة في المسيرتين الديمقراطية والإنسانية إلا في الفترة التي تشهد المراجعة والاستعداد ووضع الخطط والبرامج ولذلك يظل الثامن عشر من نوفمبر ترنيمة عشق أزلية يشتاق لسماعها العمانيون ويؤصل أزليتها إنسان رائع يعيش على أرض هذا الوطن بحضارته وتاريخه وأصالته وتراثه يشتاق لسماعها العمانيون كل ما قالها هل نلوني طيبة العالم تلاقيها بعمان في الشدايك لو تطالع اليمين تلقى أمجد العماني بكل مكان يشتاق لسماعها العماني بكل مكان تلقى أمجد العماني بكل مكان اشتركوا في القناة